ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز برئاسة محافظة المحافظة نبيل شمسان الأوضاع العسكرية والمستجدات العسكرية والأمنية بالمحافظة وفي الاجتماع الذي حضره وكلاء المحافظة وقيادات الألوية العسكرية والأجهزة الأمنية ثمن المحافظة شمسان التفاعل الكبير محليا وعالميا مع فعاليات 3000 يوم حصار لتعز التي هدفت لألفة أنظار العالم لهذه الجريمة ومطالبة المجتمع الدولي بالوفاء بالتزاماته بإنهاء الحصار بالطرق السلمية دون إسالة مزيد من الدماء والخراب وأشهد المحافظ شمسان بثبات أبطال الجيش وتضحياتهم العظيمة لكسر شوكة الميليشيا والتصدي لهجماتها اليومية وما تبدله الأجهزة الأمنية من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة بدوره استعرض أركان حرب المحور العميد عبد العيز المجيدي تقريرا حول فشل محاولات الميليشيا اختراق الجبهات والقص والقنص واستخدام الطيران المسير مؤكدا أن الميليشيا لن تتقدم خطوة واحدة وأبطال الجيش الوطني صامدون بالجبهات كما استعرضت قيادات الأجهزة الأمنية تقاريرا حول الأوضاع الأمنية في المدينة والمدريات